مساء الفل. نهاردة نتكلم عن اغنية رغب علامة ممكن ازعلك. كلمات محمد البدري. الحان. بين وتوزيع متحة خميس. الاغناز لمبارح وما خدش بهلي والله. الواحد برضو في دماغه حاجات قد كده. مهم يعني. الاغنية حاسسها بقاله مسلا عشرين سنة يعني. مش اللي هو مش وحشة ولكن عادية. عشان نكون صراحة. الكلام واللحن والتوزيع. آآ ومع العلم انه آآ متحة خميس هو اللي موزع اغنية طبليه كده تشغل. لو بتفتكيرها بتاع الزمان. والاغنية دي الحنح ما تساعد المطرب انتم تخيلين شوية معلومات كده ايه قيمة يعني. رغب علامة انا بالنسبة لي ده حقيقي وبالنسبة لي من القامات اللي في الغنى في الوطن العربي. وعشان كده بتمنى انه راغب علامة يوم ما جامدة يعني اللي بقى خسر ده لعنة برغم ان انا كلامها حسته يعني واخده من علاميم ولا واخده من بوست اللي بقى خسر ده لعنة اسمي الاغناء ولكن قسرت الدنيا ونكحت. هو ده بقى للحلو هو ده اللي جامد. آآ انا اسمي حبيبك كان في حاجة نقصة فيها مش عارف ايه هي بس اغنية جامدة جدا يا جماعة. بس آآ انا وجهة نظري ما نكحتش النجاح اللي هي تستحقه. تستحقنا جا حكبر من كده. ممكن ازعالك حاسسها. تعافش هي ترقص ولا هي عتاب ولا هي فيها مزيكة جديدة هي كده. يا لو تسمعها. كويس. يا ممكن تسمعها في الراديو بالصدفة. لكن ما حطهاش في كوكتييل يعني. طبعا ده انا بقوله بالشكل ده عشان قيمة كبيرة زي راغب علامة ما ينفعش يعمل اغنية وخلاص. لازم اغنية تكون جامدة. انا وجهة نظري. ليه راغب علامة ما يعملش دراما بس. راغب علامة مطرب كبير قوي. طبعا مش محتاج هو نجاح. مش محتاج يعمل اي حاجة. هو براحته. يعمل اغنية كده. يا غار جاوب بعد الغداء. كلنا ايه النهاردة مش عارف ايه. يطلع الجبل. يريح ايه الاغنية ايه. الكلام ايه. براحته. يعني هو عدى مرحلة ان هو يعمل اغنية عشان ينجح. هو كده كده خلاص عدى الفلانكات يعني. ولكن انا نفسي تشوف راغب علامة اه اكتف اكتر من كده. يعمل اغاني اقوى من كده. لانه هو قيمة كبيرة. فانا شايف ان الاغنية كويسة. بس. ده اللي عندي النهاردة. اسمعوا الاغنية وقولوا لكم ايه في الاغنية? وهل فعلا حان الوقت انه اه راغب علامة يغني او يغني دراما? لانه راغب علامة نسيني الدنيا نسيني. كان مكسر الدنيا يعني. وطب ليه كده? وصهروني الليل ارحان عمرو مصطفى. فلا راغب راغب اسطورة يعني ده ده حقيقي ما حدش يقدر يتكلم على راغب علامة خالص. واتمنى نشوفه اكتف اكتر من كده. ده اللي كان عندي النهاردة اشوف كو في فيديو جديد. سلام.